السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم يا بصرافانتي من قناة إيهاب تيدي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله موسوطين في وحد بسألني بيقولك يا أستاذ ذهب كيف معنوياتكم بالله 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 تحكي ليش صحيح قلت له أقسم بالله العلي العظيم وما بحبش أقسم لكن لازم أقسم إنه معنوياتنا مش عالية 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 جدا وأعلى معنويات مما قبل 7 أكتوبر هذا الرسالة بحب أوصلها لكم علشان أنتو تعرفوا شو معنوياتنا رغم كل اللي بصير لكن معنوياتنا عالية نار بتقدح في الميدان حط نقطة وسطر جديد ورجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إحنا اليوم نشوف أشكال موبايلاتنا وشكل جديد وتخصيص جديد لجهازنا الموبايل شاومي ريدمي بوكو وهذا التخصيص بيعطينا شكل زي ما أنت شايف أمامك مع مركز تحكم رائع ومع كمان شاشة قفل مع أنيميشن للشاحن لو جبنا الشاحن ودخلناه في الجهاز وقلنا له بيعطينا شايف الشكل الشاحن اللي فوق اللي شفته هذا الشكل يعني تقريبا زي شكل اللي موجود على الهايبر أو أس ولكن يختلف شوي كان هذا كفيه إيش الحركة لكن هذا ما في حركة لو جينا على الإعدادات هتلاقي الخلفية بالشكل هذا مش مزعجة ليش المزعجة لما تكون مزعجة بيكون الكلام ما بتقدر تصله هيك بيكون بالعافلة ما تشوفه صح الكلام واضح طلع كيف عندك الكلام واضح جدا وعندك موجود الخلفية اللي انت شايفها أمامك عندك هنا الخلفية أيضا الخلفية اللي موجودة على الشاشة الشاشة الرئيسية ولو جينا على الشاشة القفل كمان هتعطينا الشكل اللي انت شايفه مع الاناميشنج طلع هنا في عندك الحركة اللي انت شايفها هذه أيضا موجودة كل تطبيق بتضغط عليه بتدخل عليه الساعة وعندك هنا اليوم والبصمة إذا في عندك بصمة للجهاز نفتح الجهاز وندخل في الداخل الآن عندنا أيضا مركز التحكم انا عجبني كتير كتير مركز التحكم طبعا مركز التحكم اللي موجود عندنا مركز التحكم ام اي 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 اربعة عشر هايبرو اس عملنا له مركز التحكم برضو بتطبقوا عليه ولكن ما بتواخد الشكل ليش لانه لسه لحتى الان غير متوافق الآن هذا اللي هو الاضاءة الوضع المظلم او الوضع الداكن بيعطيك كيف سايف كيف شكل حلو ايضا عندك كمان هنا الامور هذي في عندك الوان ملاحظين اللون الاخضر اللون الازرق اللون الاحمر وهي انك كمان لون اخضر تركواز وعندنا هنا لو جينا وضع الطيران مثلا نفس الاشياء يعطينا نفس اللون مثلا وضع الكتم يعني حوالي ممكن تقدر تقول واحد اثنين ثلاثة اربع الوان في عنا موجودة برضو بتعطيك رونق جديد الشكل الكامل للايقونات زي ما انت شايف هذا هو الشكل الكامل للايقونات ايقوناتها رائعة وايقوناتها حلوة وايقونات مش يعني مزعجة وملونة طبعا في عندنا الساعة هذي موجود اينا في نفس الاشي نفس الشغل يعني كله هيكون ان شاء الله موجود عندنا اذا عندك لوحة اتصال شاومي ورسائل شاومي هتعطيك الشكل هذا مش عارف يكون واضح لكم هيعطيك الالوان هذا والشكل هذا الرسائل هيعطيك الرسائل هذي الشكل هذا ايضا بالخلفية اللي موجود معنا لانه بتطبق على رسائل واتصال شاومي بموضوع الثيمات مركز الاشعارات زي ما انت شايف يعطيك مركز اشعارات ايضا وهاني عندك في الاكس باللون الاخضر وتدعمل هيك بتدخل على مركز التحكم والاشعارات خلينا نجيب جهاز ثانية عشان ننفذ الخطوات ونحصل على هذا الشكل الجديد هاي نجيب 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 تطبيق الثيمات ونجيب على المكان هذا ونجيب هنا في البحث نكتبورانج تون وهي هيطلع معنا هاي اورانج تون هنضغط عليه زي هيك ونقوله تنزيل بعد ما ينزلوا يخلص هتيجي على تخصيص تتأكد انه مخصص لكل حاجة هتقول له تعيين الان هيتعين على كل الجهاز نيجي نشوف كيف شكله صار تمام الان الشكل اخدنا الشكل لكن الايقونات الحلوة الرائعة لسه ما اخدناها نيجي الان بعدها ايضا على تطبيق الثيمات ونرجع 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 ونجي على المكان هذا ونجي نكتب هنا في البحث هنيجي نكتب هنا بوبري تي سايلن نيجي نعمل سيرش ونضغط هنا نقوله تنزيل بعد ما ينزل هذا الثيم الجديد على جهازك هنرجع ونرجع ونرجع واحدة وكمان رجع ملاحظين هنا ملاحظين الشكل لما ترجع ايش بيعطيك بيعطيك لون اسود ولون اخر وكمان رجع لأ خلص هيك رجع ونيجي هنا على المكان ونيجي على ثيمات مخصصة وعلى ايقونات ونختار وهذا الثيم اللي نزلنا نقول له تعيين تمام الان حصلنا على الشكل الجديد حصلنا على الساعة الجديدة حصلنا على مركز التحكم هايبر او اس هيو الشكل هذا بيعطيك الايقونات اللي حتى الان دائرية لسه ما اتبقنيش الثيمات ولسه الامور لسه مش تمام ليش لانه لسه النسخ الصيني مش النسخ العالمي وان شاء الله بينزل ونحاول كمان ننزلو لكم اياه ونعملكو فيديو باذن الله وهنا ايضا تعديل المجلد لو قلنا تعديل المجلد هنعدل المجلد هيواجه هنا في المكان هاد لانه ما فيه واسع طلع هاي الاثنين مين احلى هاي الاثنين مين احلى اكيد اللي على اليسار احلى من العلمين لانه الايقونات اللي هنا تختلف عن الايقونات اللي هنا وهذا ما كان لدينا نلتقي في فيديو جديد دعواتكم ان في غزة ربنا يرحم الشهداء ويحفظ الجميع ويشافي الجرحة وان شاء الله كل هذا في ميزان حسناتنا يعطينا ويعطيكم العافية سلام شكرا